وزارة قطاع الأعمال بدأت العد التنازلي لتطبيق الألية الجديدة لتداول القطن من خلال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس واللي بتتم بالتزامن مع تطوير محالج القطن بالإضافة لزراعة 250 فدان قطن قصير تيلة في منطقة تشكا واللي باقي شهر واحد على حصاده قبل تقييم التجربة دي واللي هتفتح الباب لزراعة 50 ألف فدان قطن قصير تيلة ومضاعفتها بعد كده لمية ألف فدان هتوفر استيراد سنوي بقيمة 4.5 مليار جنيه وده في الوقت اللي بدأ 50 مركز لتجميع القطن في محافظات الصعيد في استقبال الإنتاج